بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مهداء خلاص بأمعانا ذات منورة بأنوار القرآن الكريم ذات ممدودة، ذات مكرمة، ذات مدبر لها وذات أيضا ساعية وذات محفوظ لها وسعها وانتقلنا بهذه الذات مع القرآن الكريم وفي بناء القرآن الكريم لنحيا في دائرة أوسع من دائرة الزوات وهي دائرة الأسرة فعندما ذهبنا إلى دائرة الأسرة بدأنا في حلقة أمس الحلقة التي تكلمنا فيها في الجزء السادس عن الأسرة باعتبارها قيمة فالأسرة قيمة إذا كانت الأسرة يضاف إليها أي شيء فأي شيء يبقى في منزلة عالية ثم ما المعنى الثاني الذي يبنيه القرآن ونحن نتعامل مع الأسرة ونحن في الجزء السابع من أجزاء القرآن الكريم أن الأسرة لا بد أن تكون اللبنة الأساسية فيها تبنى على قوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع يبقى الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن احنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أنشأنا من نفس واحدة وجعل لهذه النفس مستقرا ومستودعا طب إيه المعنى من ده؟ المعنى الأساسي لما تعلم أن الجميع من نفس واحدة لما الأسرة تتبني على أن الجميع من نفس واحدة يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الكلام اللي احنا تكلمناه بارح على أن الأساس في الأسرة أن هي قيمة وفيها قيم الرحمة والسكينة والمودة وهي بتتبني وبيبان أوي أوي المودة والرحمة والسكينة جدا جدا لما نكون متعاونين وتعاونوا على البر والتقوى النهاردة بيوصلنا الكلام مع القرآن عن قيمة مهمة الأسرة لو فقدت هذه القيمة ما تبقاش أسرة أو ما تبقاش أسرة بناها القرآن الكريم أو ما تبقاش أسرة ممكن تنتج حياة منورة وحياة متسعة وحياة راقية هي إيه القيمة دي؟ القيمة اللي كلنا لما بنكون في الأسرة بنتمنى أن هي تكون موجودة لأن الأسرة ما تنفعش تبقى أسرة من غير القيمة دي وهي قيمة الحب الحب ما بين الأباء والأولاد والحب ما بين الزوجين والإحسان كلهم لبعض واللي ربنا سبحانه وتعالى قالها أنه في الجزء السابع في سورة الأنهام في الآية 98 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقههم بتواجهنا مشكلة أساسية في إصلاح قلوب الأولاد على الوالدين دلوقتي بقى زادت أول مسألة دي إيه اللي زاد عند الأولاد؟ زاد عند الأولاد أن هم حسين أن أباءهم مش عيمين بواجبهم تجاههم لأنهم بيكون عندهم تحفظات على أفكار الأباء وأفكار أمهاته وذلك دلوقتي كتر أول الكلام ده ليه كتر كده الأيام دي؟ لأن الأولاد شايفين أن ثقافتهم أكثر من ثقافة الأباء ففيهم المقصر في حق أولاده وإذا كان مقصر في حق أولاده فهو ما استحقش أنه يكون أب أو يكون أم سواء مقصر معرفيا أو مقصر ماديا وكأن الأباء ملزمين وأبناء غير ملزمين دي إشكالية لازم نرصدها ونعرفها للأسف الأبناء أصبحوا بيحملوا أباءهم ما لا يطقون وساعد في ده نمط الحياة اللي أولادنا بيشوفوه حواليهم وبيعيشوه اللي مليان استهلاك ومادية وفردانية فأصبح الولاد ما يهمهمش أبوهم بيتعب قد إيه عشان يوفر لهم احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها فبيطلبوه إن هو يجيب لهم موبايل جديد ولا لبس غالي وبراند ولا يقول لهم إن هو قدي إيه فلوس إحنا عايزين وطول الوقت يطلبوا منه فلوس فلوس لدرد إن بعضهم بيطلب منهم إنهم من حقه إنه يكون زي بقيت زملاته عنده عربية خاصة به على الأقل إذا ما كانتش عربية خاصة به عربية يستطيع إنه يروح بيها الجامعة عشان إحنا مش هنركب مواصلات لإن إحنا مش زي غيرنا وعايزين فلوس نخرج مع أصحابنا وأنا بقول إن لو واحد عنده فلوس ما يعملش كده مع أولاده لا يعمل كده مع أولاده بس ما ينفعش إن أولاده يعمله إيه يقولوله إن الكلام ده واجب وعليه وهو مش قادر ويبتدي الأولاد يضغطوا على أبوهم بفكرة مليئة بالمقارنة وعدم الرضا في الحال عن الحال اللي أم بيعيشوه فيقوله إحنا مش عايزين نبقى أقل من أصحابنا وساعات الأم تشترك معهم وتدخل معهم في القصة وتقوله إن ما ينفعش أولاده يبقى أقل من أصحابه ويصل بهم الأمر إنهم يقولوا لأهلهم لو مش آه يقولوا عبارة بقى العبارة الصعبة بقى اللي إحنا نسمع لو إنتوا مش قد مش قد مصارفنا بتخلفونا ليه لذلك إحنا محتاجين شوية ننفي شبهة عبودية الأباء والأمهات للأبناء آه والله محتاجين نفكر كده بشوية الأباء والأبناء علاقتهم محتاجة ترجع تاني تتزن وتعيش في ظل الحب مش في ظل الاستعباد الأبوكمك مش جايين عشان يحققوا منياتك في الحياة أنتوا جايين عشان تحبوا بعض وتعيشوا مع بعض هما بالفعل ربنا جعلهم سبب في أعظم نعمة عندك وإن نعمة الوجود فجعلهم سبب لإخراجك من العدم للوجود وأهم دور ليهم هو أن هما يساعدوك تكون شخص أفضل شخص عنده أخلاق شخص منور فيحسنوا تربيتك وإنت صغير وإحسنوا صحبتك وإنت شاب وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بر الأباء في أحاديث كثيرة واردت عن حضرت النبي فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيبي ومي يبيعه وقال جئتك لبيعك على العجرة وتركت أبي وأمي يبكيان قال فارجع فأضحكهما كما أبكيتهما بعد الفاصل هنلتقي عشان نكمل الكلام بوضوح إزاي الأسرة تبقى لابنة أساسية فيها الحب وإزاي نستثمره وإزاي نقدر نعيش مع بعض في حب فتكون الأسرة أسرة منورة بحب الحبيب الأيل سبحانه وتعالى يا رب جعلنا من أهل المحبة وجعت أسرتنا دائما تتماسك بالحب وتستنير بنور حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم